هذا دوشق الرزايل ما للوزارة الكهرباء أحمد موسى تمام؟ ماكو قناة طلع بيها منهان وبعدها مصر يطلع يترزل وينهان والله لو عندك ذرة غيرة تستقيل والله اسمع يا أحمد موسى يناتقب اسم وزارة الكهرباء لو عندك ذرة غيرة تستقيل ما تطلع تدافع وتحتي وتشذب أنا رح أطلع جيفتكم قطوني هذا الفيديو لما انطلع أحمد موسى وقال شوفوا ش قال كل رأساء الوزارة يجاوز قالوا أول ملف وأول دنيا وقيام الكهرباء العام وأول عام تتعرض الأسلاك إلى الاعتداءات الإرحابية وطلع رئيس وزارة حالي هذاك الوزارة أساجيك بالكلام تبع زين فأول مرة نألف عناية حكومية بعض الشكل أستطيع قل لي شن يعني إسمع إسمع لحماية البناء التحتية وغير إحنا ما تشلنا نستعد من شهر داعش من شهر داعش بدينا خططنا العانية والسريعة واستعدينا للصيف واحد خمسة بعد تشم يوم راح أسألف لك عن استقرار حمل ما ينزل ممنوح دون الأربعة و عشرين آلف أوقف أوقف أسمعيت أين بش غسارك بش غسارك الكعرباء بعد ما تطفى من واحد خمسة هو قال يابا إذا طفت الكعرباء دون الأربعة و عشرين ساعة اسمع اسمع أنت مولي مولي اسمع إذا طفت الكعرباء دون الأربعة و عشرين ساعة إذا اشتغلت الكعرباء عشرين ساعة أسح لك هنا بالستوديو حلو أوقف 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 إش قلت لي تتذكرون أول ما استلم السوداني طلع حاذ اتشذاب المنافق مسيلمة اتشذاب طلع يدافع عن السوداني و قال إنه إذا طفت عشرين ساعة عاتبوني إلزموني صحلوني بسطوني كتلوني هوسوني هذا تشذاب تمام أبشركم ماكو هس إحنا بالصيف بتموز ماكو كعرباء ولا ساعة من وراء من من وراء هالأصماخات قطوني الفيديو اللي براء خلي أفضحهم ذوله ذوله مو موال الاحترامات أوقف شوف هذا التصريح شوكت اخمستعش اربعة ثلاثة وعشرين هذا المن الهاذة مو هذا هذا مقدم برامج طونيا هذا التصريح الهاذة هذا الدوشق الرزايل هذا مخدت الإهانات انطوني الفيديو ماهو أشغال ساعتين بالصيف لا علي ماكو ساعتين بساعتين أنا اريد ساعتين بساعتين وقل فلّ عليك ورحم الله والديك لا 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 تنطيني ساعتين بساعتين معناته هاته يوم استخف بجهدي لا أنا ما مستخف بجهديك تسمح لي أنا أقول لك وهذا مو وعد هذا ملء الفم شغلنا استراننا شيء صحيح لأول مرة واقف واقف هستخف بجهديك لك عوف الكاربا عوفها لك روح يلطم عوف الكاربا لك روح يلزم لك فاتحة لك روح تشذب على العالم بكيها عوف الكاربا لك مو بكيه تبهاتني لك تذب لك غيره ما عندك ناموس ما عندك لك انت شنو لك يومية هينوك لك على مود شنو على مود المنصب من نعلى على المنصب على مود حاطيك ناطق نطاقك البين ان شاء الله ساعة السوداء شوفنا بها وجهك كمل عمانة ما خاف منك من طبع ونا خاف القنوات تلزمني لو واحد يطلع تصريحي ما خايفك تطلع تصريحي خايف من رئيسي وزارة لا يقل لي وين اتزامك وين اتزامك اللي قمتني لكي انتلوقي تخاف رئيسي وزارة اكمل وزيرنا قصة نجاح ما ردي تخربوها اوقف 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 شنو وزيرك شنو شنو وزيرك قصة نجاح خايف شلون بالله اوقف لا تروح لا تروح اوقف 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 تعال لك مخدة الرزايل تعال لنيمك علي المخدة وأشبعك إهانات وأشبعك رزايل تمام يا دوشك دوشك ما لك خرب الضغط هم دوشك الضغط هذا غير دوشك ما رزايل الضغط مخدة الإهانات كمل أنا أريد أنزل أبرد أنت قد نام الله ومواطن البشر يأكينها الله يأخذك إن شاء الله أنت وسيادك الحكومة متأت لواحد مولي قناته اللي يطلع الياب على هذا الأساس أنا إذا أحكي لك شغلنا جيد لأول مرة نعمل بهذا الجهد بصيانات مبكرة نعمل كافي كافي هذا تشذب هنا أنا إلماء قال الله بس بشهر الرابع كان الجو بارد قول أجو السوداني ممارع عبقري ووزيرنا خبرنا خبره خبره مو يزمو خبره لك راسك مليان تريد يا خبره لك راسك مليان تشرب لك أنت عظام أنت عندك هوية ما العظامة ما الفواتح لو نسيت لو نسيت هويتك شغل تقرأ تدرون عنده هوية ما العظامة تقرأكم عشرة والله شبيكم دول العظامة عندهم هويات هذا واحد من عندهم هذا كان 24 ساعة بالفواتح يلطم ولما يصبون العشب الفاتحة أول واحد يقوم هذا بثرب كمل اللي وراه هنا لهذا التصريح شوكت؟ خمسة سبعة ثلاثة وعشرين طين التصريح بحسب ما أبرقنا من الجانب الإيراني هو الموضوع ليس انحسار إنما هو توقف توقف امدادات الغاز بشكل كامل على المنطقة الجنوبية وهي بواقع عشر مليون متر مكعب أستاذ محمد هناك بعض المحطات بالمحافظات الجنوبية تعمل على الغاز الوطني جزء منها يعمل على الوقود جزء منها يعمل على النفط الخام وجزء منها يعمل على الغاز الوطني بل على الأكثر كنا نستغل الغاز الوطني المدفوع للمحافظات الجنوبية باعتباره هناك وفرة للغاز الوطني لنحوله إلى مناطق الفرات الأوسط وبالتالي أبرقنا من الجانب الإيراني أن التوقف والإمدادات بواقع عشر مليون متر مكعب هو لأسباب وجود أعمال صيانة على الخط الناقل إلى المحافظات الجنوبية أوقف 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 هسا ش قالي هناك تشذاب اسمع ركز قال الإيرانيين قالوا أن هذا شوقت خمسة سبعة من احترقات الدنيا نشوت العالم شي يقول يقول الإيرانيين قالوا أن والله عندنا صيانة بالخط الناقل مال الغاز تمام ركزت نمطيني الفيديو اللي وراه وضع الكهرباء أوقف هسا هناك رح يشبع إهانة رح يرزل رزالة انطينية وضع الكهرباء إحنا في نزول كل شحاد قل لي كم ساعة تقدم لا كل شحاد لا لا كل شحاد أنا مسؤول عن كلام أنا اليوم أسكن في وسط بغداد في منطقة في منطقة ما المفروض أنه تكون بي هذه الانقطاعات إذا تقول لي خطوط نقل وغيرها متهرئة غيرها متهالكة أنا أقول لك اليوم تجيني تجيني الساعة أنا الساعة تقعد ترمي شيء ما أقدر أحسبها أنا ما أقول لك هسا تجيز الساعة إذا أقول لك إذا تجيني الساعة الساعة أنا ألف مرة تطفل قلت لك هسا جاوبني كم ساعة تقدر تنطيني باليوم هاي الناس تعرف كل تريد ما أقدر أجاوبك على ساعة تجهيز تدري ليش تقريبي ما أقدر هذا ما الواقع سؤال يقول لك السؤال مو مال أبو كهربا شوف الأسلوب شوف أسلوب الشوارع تقولولي قحطان ليش تتجاوز عليهم وتعاملهم معاملة ولد الشوارع لأنه هذا أسلوب مال ولد الشوارع يقول لي أنت هذا سؤالك مو مال أبو كهربا لا ما تشريب أبو ثرب ما تشريب مو انطيني الفيديو اللي ورا اسمعي هنانه باوع باوع لك عيني شقد ترزل لك شقد نهان يا معود يا رئيس الوزراء الله يخليك لمل هذا لمة يا معود قل له بعد لا تطلع لك عيني خزانة لك هذا شبع رزائل أكثر من عبعوب بوقته عبعوب طيحة حظ أهاس راسه الحرامي هذا شبع رزائل أكبر من عنده اطوني الفيديو ما عدنا غاز ما عدنا غاز هي الغاز الإيران نحن جزء من المحطان تعمل على الغاز الإيران فوقف فوقف تعال تعال لك تعال تذيك السجلت بالتصريح مو قلت انه إيران قالت صيانة هسه تقول ما عدنا غاز ليش بالله ما عنده غاز بلطوني ليش ما عنده غاز ايه كل غاز الإيران توقف عن الجنوب وتم تقليل عن بردار هاي اللي ثمانين بليار بولار روحو سأل غير روحو سأل غير يقول لي يا عرد ولا عرم صرفت هسه تقول لنا غاز من إيران يعني هذا سؤالك مو مختص يقول له هذا سؤالك مو مختص تطوني وجهه مو مختص يقول للمقدم البرنامج السؤالك مو مختص ليش انت مختص صابو يثرب انت ايه العظام انت مختص ها انت هناك شذبت علينا يوم 15 سبعة وطلعت على قناة الحرة قلت الإيرانيين يقولون عندنا صيانة والإيرانيين ما يساون صيانة إلا بشهر السابع ليش مؤسياتكم ممشغليكم زين وهنا بهذا الفيديو تقول لأنه احنا ما دافعين لإيران جيب لي الفيديو اللي وراه يقول هنا احنا ما دافعين لإيران تمام اعبر لي اعبر لي هذا يقول احنا ما دافعين لإيران جيب لي لوراه اه لا لا ارجع 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 تمام بني هذا اتحداك إذا وفرت كهرمال البلد تتحداك أنا المقروب ونتك مواطن كفوة سياسية شاء الله قرار نواطن اتحداهم يسوون انتاج الكهرمال لحد الآن ما شفناه حج وقفونه شعب راضي لذلك جيبارة شي يقول الشعب الذي لا يدافع عن نفسه لا يستحق حياة نحرك الشعب يحب التراث شعب يحب التراث بس احنا ندلنا لحد الآن ما اجان سياسي او حزيب او كتل قال ما تشتغلونا وقفكم ما اجان لحد الآن ما اجان حزيب وسياسي قال لان ما شكل حجينا ما شكل لك لا تشتغل هو يجي اي طبعا ما عندنا شي يتحطل ما عندنا رئيس وزراء رئيس وزراء قوي ووطني ما عندنا شي يوقف لكن اوقف 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 كافلوا اوقف ترى ما واتونا باللواقع رئيس الوزراء قوي رئيس الوزراء وطني رئيس الوزراء كلندايزر رئيس الوزراء سبايدرمان رئيس الوزراء لك حتى يبقيك ناطق من ستيت يكون اي والله حتى يبقيك ناطق بوزارة الكعرباء اي حقك ما انت شنة لقام شنة تروح تقرأ بالفاتحة بالثالث على موض يطوك مع انت شي طبعا عندك استعداد من الصبح لليل تترزل وتنهان بس في سبيل يبقوك بوزارة الكعرباء والله والله لو غيرك واحد اشتركوا في القناة